في حرب المدن قد تتغير معادلة الحرب بين يوم وآخر فالمدن وفق المنظور العسكري هي محرقة الجيوش هكذا تتوغل قوات الاختلال وآلياتها في عدة مناطق بالقطاع غير أنها ليست بعيدة المنالب الأقرب مما يتصور جيش الاختلال وفي مرمى النيران بحظر شديد وتوجس تتقدم قوات الاختلال بعد أن تدمر كل ما يمكنها تدميره غير أن المقاومة تنبغث من تحت الأنقاض ويتحرك مقاتلها الفدائيون لترصد آليات الاختلال وحشوده والضغط على الزناد ضربات دقيقة ومجعة تكبد الاختلال خسائر فادحة في الغتاد والأرواح خسائر لا تمتلك حكومة نيتنياهو الجرأة للكشف عنها وإعلان الأرقام الفعالية للقتل والجرحة من ضباط وعناصر الجيش الإسرائيلي إذ أن ذلك يعني حكما بالإعدام السياسي على نيتنياهو وحكومته وحربهم الشعواء باهضة الكلفة كلما توغل الاختلال وآلياته في غزة باتت أسلحته الثقيلة مكشوفة المشاهد التي تبثها المقاومة في غزة تغني عن آلاف الكلمات يتوسع الاحتلال في عملياته وتوغلته غير أن قواته لا تمكث طويلا في بعض المناطق وتنسخب منها يبقى النصر راهنا بالقدرة على مواصلة الصمود من قبل المقاومة في غزة واستمرار عملياتها النوعية تقول المؤشرات الميدانية إنه رغم ضخامة الترسانة الإسرائيلية وعمليات القصف والإبادة التي يشنها الاحتلال على مدار الساعة ما تزال المقاومة تمتلك قدرات وتحقق ضربات مجعة في ظروف عصيبة للغاية ما يشير إلى أن قوة العدوان الصهيوني تجعل المقاومة أكثر بسالة وقوة أيضا لتواصل معركة غير متكافئة للشهر الثالث غلى التوالي وإزاء ذلك لا يستبعد أن يدب الإنهاك في صفوف الجيش الإسرائيلي إذا طالت مدة الحرب دون تحقيق نتائج فارقة كما يقول المراقبون العسكريون